ايه اكتر التترات اللي انت كنتي سعيدة بيها؟ يعني حسيتي ان هي مبسوطة بنجاحها يعني اكيد انت مبسوطة بكل اللي عملتيه بس دايما يبقى في حاجات الواحد مبسوط منها اكتر من اكتر التترات اللي فراحتني بجد ومزاريك فراحان لحد النهاردة بكار طبعا طبعا اغاني بكار فيه اماكن في القلب مع الاستاذ نادر جلال طبعا فيه مع خير بشارة قلب حبيبة ايوة فيه برضو تترات حرط العوانس فيه مع الدكتور عسام الشمع باب حرتنا تفتح نافذة على العالم لا فيه تترات كتير وبرضو جنهولي محمد منير باب حرتنا تفتح كان تتر جميل جدا موسيقى مودي الامام طب انا مستغربة حاجة الحقيقة يعني انت وجودك مع كل الاسماء الكبيرة لكن في الغنى يعني تجربتك الاكبر مع الفنان محمد منير او كينج مراحتش مع مطربين تانين لا انا رحت مع مطربين تانين بس في حدود دقيقة وقد برضو عملت درامية لكن مش هنا مش في الشعر الغنائي لا مش في الشعر الغنائي ايه السبب يعني انا شطرة في كتابة الاغنية الدرامية يعني دي امكانية عندي انا بكتب اغنية درامية حلوة منبسقة من مشهد ببقى ادري افهم العمل وفهمها اللي عايز افهم المخرج عايز يقول ايه والمؤلف عايز يقول ايه وبقدر اجسد الفكرة اللي هم عايزين قلوها كنت مبسوطة لما شفتي مشهد جنازة الشهيد محمد مبروك في الاختيار وكان بصوت محمد منير ومن كلماتك طبعا انا كنت مبسوطة بس كنت زعلانة برضو للموقف كان مأساوي قوي طبعا اه طبعا غنية درامية شهيد من الاغنائي برضو الاخيرة اللي انا بحبها جدا مع فنان محمد منير انا سمعتلك تعليق واستغربته قوي اللي هو سمعتلك تعليق بتقولي فيه انا المهمة عندي اكتب سواء دلوقتي يتنشر او بعد ما موت بنا يديك الصحة وطلط العمر ايه ايه اللي وديكي لكده يعني اللي هي فكرة انه تبقى الكتابة موجودة تبقى الكلمة موجودة وهي الابقى والاطول عمرا مننا احنا كأشخاص طبعا هي دايما كده وبعدين احنا في الفترة الاخيرة شوية بدأ السوق يختلف وطريقة الانتاج تختلف والعمال الدرامية اللي كانت يعني مكان ومنفس لكتاب كتير مش انا بس بدأ التقلة قوي او بدأ يدخل يشتغل عليها جيل جديد وناس مختلفة تماما مخرج مختلف وكاتب مختلف هل انتي حاسة انك مظلومة شوية انه عدم يعني مفيش تسويق الجيل الجديد مش كلهم عارفينك او محدش قدمك زي المجهود اللي تبازل مثلا زي مخري كبير زي خيري بشارة عارفك قدمك لمونير مونير قدمك ليوسف شهين يعني السلسلة اللي حصلت ما هيك الحالة كلها اختلفت ومش انا بس اللي حاسة بالظلمة او حاسة بك لا ده ده يمكن جيلنا كله او معظمه موسيقيين كتير في نفس الحالة اللي انا فيها وشعراء كتير في نفس الحالة اللي انا فيها الشغل عموما قلق قوي وبقى الجيل الجديد هو عايز يشتغل مع بعض وما هو برضو عارفة توافق افكار بس الكلمة عمرها ما بيبقالها سن ما هي الكلمة مالها السن بس هو كل حد بيحب يشتغل مع حد قريب منه طبعا نسمعت انه فيه تعاون جديد بينك وبين الفنان محمد مونير قريبا ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب بإذن الله ان شاء الله ربنا يديله الصحة يا رب يخلهنا ان شاء الله في حاجة قريب انا عايزة اعرف الكتاب اللي معاكي ده عايزة تقولي لي حاجة منه لا الكتاب اللي معايا ده بيضم مجموعة الاغاني اللي انا كتبتها وتم تنفذها اللي تم تنفذها بس اه اللي تم تنفذها بس ده ديوان لسه الاغاني ممكنة اه انت سامتيه باسم احد الاغاني بتاعتك اه هو اصدارات الهيئة العامة للكتاب السنة اللي فاتت وفيه معظم الاغاني وانا هو دايما بيكون معايا في اللقاءات لان ساعات ببقى بتعرف ان فيه اغاني عبرها عدل خمسة وعشرين سنة فانا ببقى مش فكرها قوي عشان لو احتكت ابص فيه يعني